توفيق عكاشة، على فكرة توفيق عكاشة كان لسه بيكلم عنك من فترة قريبة مش عارفة شمعته ولا لأ مش بيكلم عني أكيد بيشتمي مش حاجة سمي بيكلم عنك يعني ما كان بيقول إنه إنه أنت نقشت موضوع الانتخابات والبرلمان وصفه بالما يستعع إنه زي ما يستعع إنه أنا نقشته بالما يستعع ده بالعكس أنا حابب جدا إنه أبقى ما يستعع على طول عشان أبقى محايد إنه أنا أحاول أحلل لإنه حللت حكاية الغياب وعزوف المواطنين عن التصويت بموضوعية وأرجعت الأسباب لفشل الدولة نفسها في الانتخابات لكن هم ما عملوش كده هم ما عملوش كده يعني أنا نقشت لإن أنا كمان قلت حاجة زعلت كتير منهم قلت لهم يا جماعة أنتوا بتغلطوا على الهوى في البرنامج في التغطية بتاعة السي بي سي فيما أنتوا بتغلطوا لإنه كوزيه ما حددتك قلت بتهجموا المواطن وتحملوا المسئولية وبتشتموه وعايزين تنزلوه بالعافية مع أنه هو نتيجة مش سبب ده هو غيابه ده نتيجة الفشلنا كلنا طيب رأيك في توفيق أوكاش فيجب أن ياختخذ المواطن قراره لابد أن نحترم ده توفيق أوكاش نقطة طويلة جدا ولكنها بايخة مع أني ما تعودتش أن أنا اشتمو بس هو بشتمني كتير جدا بس عادي يعني أنا مش هتمتوش ده تقييم لكن بعتقد برضو أنها صنيعة الدولة الدولة عايزة عايزة بشكله كده وصنعت بس هو بيأثر في الناس؟ طبعا طبعا بس الفكرة إيه؟ الفكرة التأثير نفسه مش هو الهدف ليه؟ لأنه أنا ممكن أعرض حاجة مسفة أو مرتزلة جدا وتأثر في الناس حضرتك ما أستيش اتجاه التأثير إيه؟ إيجابي ولا سلبي؟ توفيق أوكاشة مؤثر اللحظة الوحيدة اللي كان مؤثر إيجابا فيها هي ما قبل 30 يونيوم عندما حشد ناس من البسطاء اللي بيفهمه طريقته في 30 يونيوم ولكنه حاد عن هذه المسألة وأصبح التأثير يعني أعيز أقولك على حاجة بصي هاجبها لك من الآخر عشان أكون أكثر وضوحا للسادة المشاهدين أنا حياتي كلها إعلام متعلمت الإعلام في كل المدارس اللي في الدنيا يا جماعة يا جماعة الخير الإعلام يجب أن يكون وعاء محترم للحوار وأن نرتقي بلغة الناس في الشارع إلى لغة أفضل في الحوار من خلال هذه الشاشة ودي وظفتنا ولكن ما يحدث أننا نستخدم لغة المقاهي ولغة الناس أكثر إسفافا فبننحدر بالعقلية والشخصية المصرية هل أنا دوري ما هو أسهل حاجة في الدنيا كلها أن أنا أعود في البرنامج بتاعي أو عندما أكون ضيف أن أنا أتكلم بلغة الحواري أقول لك خلينا في الهجايس والطريقة دي بتاعته أوكي ده أسهل حاجة في الدنيا بس هل أنا دوري أن أنا أرتقي بالمواطن ده ولا ننزل لمستواقض لغته لتحت هو ده اللي بحسن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر